انا النهاردة قلت في المقدمة انه عايزين حلقة ليلة العيد دية تبقى نفس كده ونهدى شوية في موضوع التحكيم احنا في الوقت ده في كل موسم السيزن بتاعنا موسم انتقاد التحكيم والهجوم على التحكيم والمؤامرات على التحكيم والمشاكل بتاعت التحكيم كل سنة نلعب اول مباراة في الدورة بهدوء كده واللي يخسر يخسر واللي بيكسر بيكسر محدش بيتكلم ومحدش بيزعل اول ما الدانية بقى الملاكز بتبدأ تتحدد والامور في المنافسة على الصدارة او الصراعة على الهبوب بتتحدد الكلام كله والمباراة كلها على التحكيم مش كده طلبت ان حلقة تكون موجود معنا النهاردة ديف كريم عزيز عشان نسأل هل احنا عندنا اصلا مشكلة في التحكيم المصري بصراحة شديدة والله يا كريم بمنطقة صراحة انا برضو انا بتكلم انا طبعا التحكيم ده مجالي ده حياتي طرح امور في التحكيم المشكلة انها بدأت بدري اوي يعني في التسبوع اول 8 اسابيع الدنيا الدنيا مش مظبوطة اقولنا الكلام ده معاك صح ومقولنا جماعة لو بتكرمته نسكت ونشتغل ونشتغل بجدية لان الموضوع صعب التحكيم هو اساس النجاح للبطولة هو تحكيم مظبوط فمهما تعمل الدنيا كلها تغيرت الا التحكيم برضو اللي فيه مشكلة الناس بتكلم عليه كتير صح وموجود دايما في الصورة فطول ما انت حاسس بالتحكيم بيبقى فيه مشكلة ايه انت حالك شايف انه من اول الموسم عندك تعليقات على اللي بيحصل في التحكيم بالزبط تعليقات كل سنة كل سنة طبيعي في النص التاني من الموسم نتكلم بقى عن النقطة والنقطتين والهبوط والصعود والمين اللي يكسب والكصة دي لكن السنة دي بدأت بدري اوي وبدأت الناس الشكة بدري اوي ومش فرقة او اتنين وتلقى فرقة كتير صح